موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى الاقتصادية المفصلة من الميادين إلى العنوين موسيقى ترامب أماما الكونغرس يطرح السياسة والاقتصادية والاجتماعية ويعلن إجراءات جدلية ولافتة موسيقى إسلام بات تصدف أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي بحضور رؤساء إيران تركيا وباكستان موسيقى وفي النشرة أيضا السعودية توقع عشرة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اندونيسيا تشمل مجالات النقل التعليم الثقافة الصحة والأمن موسيقى أهلا بكم كان لافتا الخطاب الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونغرس وما تضمنه من إجراءات وقرارات اتخاذتها إدارة البيت الأبيض أو هي في صدد اتخاذها في ملفات اقتصادية واجتماعية عديدة أهلا بكم لعل أبرز التوجهات العامة للميزانية الأولى في عد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزموا على رفع الميزانية العسكرية ربعة وخمسين مليار دولار لتصل إلى ستمائة وثلاثة مليارات دولار فيما ستخفض ميزانية القطاعات غير الدفاعية بحيث لا تزيد عن أربعمائة واثنين وستين مليار دولار وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص ألف مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تطوير البنية التحتية في بلاده سيتم تمويلها بفضل رؤوس أموال من القطاعين العام والخاص ما سيوفر ملايين الوظائف ترامب وعد أيضا بالقيام بإصلاحات اقتصادية وتجارية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي والأهم الإصلاح الضريبي الذي وصفه بالتاريخي من خلال خفض الضرائب على الشركات الأمريكية كي تتمكن من منافسة الشركات العالمية الأخرى ما سيعود بالنفع على الطبقة الوسطى بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هو الوعد الأكثر رمزية ضد الهجرة وتهريب المخدرات والأشخاص الذي أطلقه الرئيس الأمريكي خلال حملة الانتخابية ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو والغاء الرئيس المكسيكي زيارته إلى واشنطن ترامب شدد على أن التطبيق الصارم للتشريع الأمريكي المتعلق بالهجرة سيكون له تأثير مفيد على مستوى الأجور والبطالة في بلاده وأن تطبيق القوانين الخاصة بالهجرة سيزيد من الأجور ويساعد العاطلين من العمل ويوفر مليارات الدولارات ويعزز أمن المجتمع الأمريكي على حد تعبيره أوباما كير واسم نظام الرعاية الصحي الذي تبناه الرئيس السابق باراك أوباما ودع ترامب الكونغرس إلى إلغائه ووضع بديل عن هذا القانون الذي يكلف الخزينة الأمريكية كثيرا من الأموال مع اتخاذ إصلاحات توسع الخيارات المتاحة وتزيد الاستفادة من الرعاية الصحية وقع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء قانون يحمي موارد المياه جرى تنفيذه في عهد سلفه باراك أوباما حيث يعتبر الرئيس الأمريكي أن قانون مياه الولايات المتحدة هو استلاء هائل على السلطة من جانب وكالة الحماية البيئية هذا وانتقد ترامب الإدارة الأمريكية السابقة لإنفاقها نحو ستة ألاف مليار دولار في الشرق الأوسط من دون أي فائدة بهدف بدء إعادة إعمار البلاد سأطلب من الكونغرس الموافقة على التشريعات التي ستطلق استثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية في الولايات المتحدة ما سيوفر ملايين الوظائف أمريكا أنفقت نحو ستة تريليونات دولار في الشرق الأوسط فيما تفككت البنية التحتية لدينا بتلك الأموال كان بإمكاننا إعادة بناء بلدنا مرتين وحتى ثلاث مرات لو كان لدينا زعماء يملكون القدرة على التفاوض هذا وتراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار بعدما عززت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي توقعات رفع سعر الفائدة خلال الشهر الحالي وطغط على تأثير أول خطاب مهم ألقاه الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس حيث خابت التوقعات بأن يقدم التفاصيل بشأن خطط تحفيز الاقتصاد الأسواق ترغب في العيش على الوعود لفترة إضافية قصيرة ويعتقد بعض الأشخاص أن دونالد ترامب لم يقدم شيئا جوهريا في خطابه الأسواق عاشت فترة جيدة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية والآن يمكننا أن نلاحظ عمليات بيع لجني الأرباح على مستوى الأسهم والأوراق المالية وبعض السلاع في المحصلة خطاب ترامب لم يأتي بأي جديد لم نكن نعرفه من قبل هذا وطباط نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي وحقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 16 في الألف مقارنة بـ 26 في الألف العام السابق وهو المعدل الأدنى منذ عام 2011 وزارة التجارة الأمريكية أشارت إلى أن المستهلكين صرفوا أكثر بقليل من ما كان متوقعا إلا أن ذلك قبلته مراجعات أظهرت انخفاضا في الأنفاق الحكومي والاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة فيما يشهد أكبر اقتصاد في العالم أقل مستوى من النمو في غضون خمس سنوات أكدت وزارة الخارجية الصينية أن باكين مستعدة للعمل مع واشنطن لتعزيز الصلاة على المستوى العالمي وتعميق الاتصالات والتعاون العملي في مختلف المجالات على أساس المنفعة والاحترام المتبدلين موقف الخارجية الصينية جاء تعليقا على نتائج زيارة عضو مجلس الدولة الصينية المسؤول عن الشؤون الدولية يونج جيتشي إلى واشنطن ولقائه وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون نفى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريال أن يكون حلف الناتو قد قرر فترة عشر سنوات لفرض تخصيص نسبة 2% من الناتج القومي لصالح قطاع الدفاع جابريال أعلن أن الناتو أعطى موافقة مبدئية على قيام الدول الأعضاء ببذل مجهود للوصول إلى هدف 2% لافتا إلى أن بلاده تنفق 1.3% حاليا من الناتج المحلي على الدفاع أظهر مسح لمؤشر AHS ماركت أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل في شهر شباط فبراير الماضي أسرع وطيرة له خلال 6 سنوات في الظل تراجع اليورو الذي دعم الطلب على الصادرات وخلال الأسباع الأخيرة تجدد التفاؤل بالأفواق الاقتصادية لمنطقة اليورو بدعم من ضعف العملة الأوروبية الموحدة الذي يجعل صادرات المنطقة رخيصة نسبيا في الأسواق العالمية ويعزز من قدرتها التنافسية طالبت شركتات طيران الوطنيتان الفرنسية والألمانية المفوضية الأوروبية بمواجهة متقلان إنها ممارسات غير عادلة تقوم بها شركات الطيران الخليجية في مسعى للتأثير على سن قانون جديد للاتحاد الأوروبي الشركتان تريداني من بروكسل سن قوانين تحدد المنافسة وتفرض قيودا على حقوق النقل كعقوبة لامتهاكها وتأثرت شركات الطيران الأوروبية الكبرى سلبا بالنمو السريع لشركات الطيران الخليجية الرئيسية وبتحول حركة النقل نحو آسيا يتوجه وزير الطاقة الإسرائيلية فالشتينيتس إلى روما في زيارات يناقش خلالها مشروع مد خط أنبيب لنقل الغاز الطبعي من إسرائيل إلى أوروبا عن طريق البحر مرورا بقبرص وإيطاليا وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن شتينيتس سيبحث إمكانية مشاركة شركات إيطالية في أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبعي والنفط في مياه البحر المتوسط المحاذية لإسرائيل بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي بحضور رؤساء الدول والحكومات في عشر دول أعضاء في المنظمة المؤتمر جمع الجانب الإيراني والتركي تحت مظلة العمل على اقتصاد صلب وتعاوني لكن المؤتمر شهد غياب الوفد الأفغاني الذي رفض المشاركة في المؤتمر نتيجة تصاعد الخلاف بين أفغانستان وباكستان بكر يونس مجددا منظمة التعاون الاقتصادي إيكو تلتأم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خمس سنوات من الخلافات عطلت أعمال المنظمة اليوم تبدو الصورة مختلفة فالتحديات تتعظم والحاجة إلى التقارب والتعاون باتت أمرا ملحا الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر إلى جانب نظيره التركي رجب ضيب أردوغان القمة الثالثة عشرة للمنظمة برعاية رئيس الوزراء الباكستاني نواس شريف وحضور لافت للصين بصفة مراقب مواقف الدول المؤسسة للمنظمة باكستان إيران وتركيا بدت متقاربة شريف أكد رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع دول الجوار والأسيمة في مجال الطاقة وإنشاء ممرات تجارية وهو ما لاقاه روحاني بالدعوة إلى تعزيز التعاون المشترك من أساس هذا المؤتمر هو تواصل التطور الافليمي وازدهاره وهو ما يؤكد التزامن تحقيق الازدهار المنشوط الاقتصاد الأسيوي الآخذ في الصعود سيمثل تغييرا في التوجيه الاقتصادي من الغرب إلى الشرق ونحن نؤكد على التعاون المشترك الدورة الحالية للقمة رفعت شعار التعاون والتواصل للازدهار الاقليمي فيما تبدو الدول الأعضاء بحاجة إلى ربط جسور اقتصادية تعود بالنفع على دول المنطقة ولا سيما في ظل سياسات واشنطن الانكفائية وما سعيها المستمرة لإثارة المزيد من الخلافات والفوضى في المنطقة لب أعمال الاجتماع كان اقتصاديا وذلك يشمل السياحة والصفر والأعمال التجارية بكافة أشكالها ومن الحكيم أن الرئيسين الإيراني والتركي لم يتطرقا إلى الخلافات السياسية بل عملاء على إيجاد سبل التعاون الاقتصادي مؤتمر الاقتصاد الاقليمي كان قد أنشى في الثمانينيات وتنامت أهميته مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العشر الأعضاء ويبدو أن الصين وروسيا المشاركتين بصفة مراقب تبحثان عن فرص أيضا ذلك أن مشروع خط التجارة الصيني الباكستاني تصدر جدول أعمال المؤتمر تحتاج دول آسيا إيجاد صرح اقتصادي ثابت وقدر على استمرار النمو وتطور والوصول إلى هذا الهدف لابد من اجتماع الأياد سياسيا لبناء الأساس الاقتصادي المنشود بكريونيوس إسلام أباد الميادين في الخبر الأخير وقعت السعودية وإندونيسيا عشرة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل التعليم الثقافة الصحة والأمن وذلك خلال زيارات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى جاكرتا وأعلنت إندونيسيا أنها تأمل بناء علاقة تعاون في قطاع الدفاع الاستراتيجي مع السعودية مؤكدة أن جاكرتا تمتلك خبرة واسعة في مجال الصناعات العسكرية وهي تسعى للتعاون مع الرياض في هذا الإطار هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء